طيب صدر ضل يمكننا احنا اتكلمنا عن التوزيع بس خاني ايه كلمك عن الافلام بقى اللي موجودة اللاينز عمتا او الاتجاهات اللي بقيت بتاخدها دلوقتي الافلام لو هنتكلم على فيلم مثلا مش انا سواء هو احنا في رمضان اللي فاتح عانينا كلنا من فكرة ان ما فيش كوميدي ما كانش فيه غير مسلسل او اتنين بس كوميدي فعنا نقول فيه ان الكوميدي السينما العكس بقى يعني كل كوميدي باستثناء فيلم او اتنين بس فكله كوميدي بس كوميدي فيه تنوع في الكوميدي يعني كان فيه كوميدي رعب كان فيه كوميدي فانتازيا كان فيه كوميدي رومانتك ففيه فيه تنوع تامر حسني الحقيقة الفيلم بتاعه انا شايفه انه من احسن يعني احسن من الفيلم الفلوس اللي هو عمله قبل كده ممكن ما يكونش كمان الفيلم اللي قابليه البدلة البدلة كان اعلى شوية بس الفيلم ده ما بين البدلة وما بين الفلوس ويمكن قريب من البدلة أنا أتحكت فيه الحقيقة وعجبني الفيلم فيه دفوهات أكيد كل الأفلام يعني أكيد فيها دفوهات بس نحن عايزين نشجع الناس لأن الناس تعبت الحقيقة وصرفت فلوس كتير وكورونا بهدلت الدنيا بدل الفكرة على الأقل برضو فكرة مختلفة لا الفكرة كانت مختلفة هي بيناقش قضية اسمها متلازمة اليد الغريبة الإيد بتاعته المخ بيديها إشارات مختلفة عن باقي الجسم الفيلم الحقيقة فيه طاقة إيجابية كبيرة حتى الأغاني اللي تامر مستخدمها في الفيلم 3 أغاني متوظفين كويس مجد الكدواني أنا شايفه كويس يمكن كانت من نوقات الضعف شوية في الفيلم حالة شيحة حتى حالة شيحة تبرقت من الفيلم ولا طلعت كلمة عنه ولا عملت دعاية ليه وعملت أنفوله لتامر حسني يعني فيها كانت حاجات كتيرة يعني عملت لمحمد رمضان وبعدها بكم يوم عملت لتامر حسني حتى تامر حسني لما بيطلع يكلم شكر كل الناس مع هذا حالة شيحة بس على مثل الفيلم كله يعني على بعضه ساوسا بدر عملت دور حلو حتى ضيوف الشرف اللي كانوا فيه ياد نصر عمل مشاهد حلوة جدا وكاية مؤسرة أنا شايفه من الأفلام الحلوة ويستحق الإراضات اللي هو عملها لغاية دلوقتي طيب